نبتدي مع نبيل فهمي في مقابلة خاصة مع فرانس برس موضوع عن روسيا والحقيقة في اكتر من موضوع بتناولية الصحف العالمية عن العلاقات المصرية الروسية نبتدي مع موضوع المقابلة مع فرانس برس مصر ستوسع تعاونها مع روسيا بعد خلافها مع الولايات المتحدة تتصريح لوزير الخارجية سيد نبيل فهمي وقال فيها انه العلاقات المتوترة مع واشنطن والتي علقت جزءا من مساعدتها العسكرية الكبيرة لمصر بعد ان اطاحها الجيش بالرئيس مرسي تحسنت بعد الزيارة الاخيرة التي قام بها وزير الخارجية الامريكي جون كيري الا انه قال ان مصر ستتبنى مصارا اكثر استقلالية وستوسع خياراتها هل ده يصب بالتحديد في روسيا انه البديل التقليدي للحليف الامريكي هو الحليف الروسي ام ممكن ينسحب لمجالات اوسع من كده او لدول اوسع من ذلك يعني الوزير الخارجية نبيل فهمي بيواصل استراتيجية توضيح الحقائق حول السياسة الخارجية المصرية في الفترة القادمة هو اجرى عدد من المقابلات في الايام الاخيرة اجرى اللقاء منذ ايام قليلة مع وكالة رويترز وده اللقاء الثاني مع واحدة من اكبر الوكالات الوكالة الفرنسية اهم الرسالة هنا بيوضحها انه مصر لان تستبدل العلاقة مع الولايات المتحدة بعلاقة مع روسيا ولكنها سوف تضيف الى رصيد علاقاتها الدولية هذه الرسالة تكررت كثيرا في الفترة الاخيرة خاصة عندما التقى بجون كيري وزير خارجية الامريكي ايضا اكد على ذلك في المؤتمر الصحفي مع جون كيري واعتقد انه الامور تسير في طريق ان مصر بالفعل لديها خيارات عديدة على الساحة الدولية العالم اصبح اكثر انفتاحا منذ قبل هناك فرص ايضا للتعاون مع الروس ومع الصينيين لو شفت في الاخبار هتلاقي ان نهاردة مثلا نيويورك تايمز عاملة نهاردة تقرير بيقول انه تركيا تتاجه الى الصين لتوسيع ايضا خياراتها فهنا الدول المحورية في المنطقة ايضا لديها خيارات ولديها رغبة في ان تخرج خارج الاطر التقليدية لترى التقيدي بالعلاقة مع انحصار لأحدية السيطرة الامريكية على العالم في الفترة القادمة خلينا نقول في العام القادم بالتحديد بعد التطورات اللي حصلت في كثير من الدول الحقيقة انه ده موضوع مؤجل لفترة طويلة في الولايات المتحدة كانت تخشى الولايات المتحدة انه هناك انحصار لأحدية الامريكية نتيجة الارهاق الاقتصاد الامريكي ونتيجة الازمات المالية متكررة ونتيجة تقليل اعتماد الولايات المتحدة على البترول اصبحت هناك دول في المنطقة بتخشى من خروج الولايات المتحدة نهائيا واتجاهها اقصر الى شرق اسيا لمجابهة الكينات الاقتصادية الجديدة في العالم الولايات المتحدة تسعى اليوم لخلق اكبر منطقة تجارة حرة في العالم مع دول الاتحاد الاوروبي اذا هي تركز بشكل اساسي على المصلح الاقتصادية ولكن في نفس الوقت هي تخشى من خسارة مواقع استراتيجية في بلد مثل مصر لذلك تجد ان الخطاب الامريكي تغير في الايام الاخيرة بشكل واضح بشكل واضح صحيح وفيه تراجع كبير طيب فيه زيارة مرتقبة يعني على مستوى عالي جدا روسية ستكون في يوم 13 و14 نوفمبر تمثيل يعني وزراء خارجية وزير خارجية ووزير الدفاع الروسي يعني كيف تقرأ هذه الزيارة في هذا التوقيت اعتقدنا هذه الزيارة بالنظر الى وجود وفود شعبية ذهبت الى موسكو واستطاع اخرها وفد عادة من يوم تقريبا وقال انه في نتائج جيدة توصل لها في هذه الزيارة بالتأكيد هناك استغلال لحالة الزخم في العلاقات المصرية الروسية روسيا لا يدها مصالح حيوية في المنطقة اعتقد انها تريد ان توسع من نطق علاقاتها الاستراتيجية خاصة بعد ان بدأت ملامح امكانية خسارة موقعها في سوريا بدأت تنظر الى امكانية ان تمد يدها الى دول اخرى في المنطقة هناك اتصالات كبيرة بين روسيا والسعودية على سبيل المسال منذ عدة عوام هذه هي لحظة يمكن ان تستثمرها روسيا في نفس الوقت اعتقد ان الزيارة غير مسبوقة الزيارة القادمة غير مسبوقة في الاربعين سنة الماضية منذ حرب 73 سينظر اليها في المحافل الدولية على انها واحدة من التحولات الكبرى في منطقة الشرق الاوسط ننتظر نتائج ولكن بشكل عام هناك توقعات في الاعلام الروسي نفسه بامكانية ان تتحلغت الارقام بانه امكانية ان ديحتوا استمويل لصفقة اسلحة لمصر نعم لسه في نفس الموضوع مازلنا مع العلاقات المصرية الروسية وافقها بعد التطورات الاخيرة لكن اسرائيل ناشنل نيوز تناولت يعني زاوية اخرى انه توتر العلاقات بين القاهرة واشنطن اعطى روسيا فرصة ذهبية للحصول على مزايا في قناة السويس قناة السويس بالتحديد يعني يقول كاتب المقال مارك ليفن انه طالما تمتعت مدينة بورسعيد بموقع استراتيجي جعلها مركز التجارة في العالم وذلك بحكم مرور قناة السويس بها وهناك محططين في العالم يمر باحدهما اي مسافر لندن و بورسعيد ويضيف الكاتب انه بديل قناة السويس هو طريق رأس الرجاء الصالح ويتوقع انه الزيارة التي قام بها رئيس المخابرات العسكرية الروسية للقاهرة نهاية اكتوبر الماضي واستمرت ثلاث اسابيع ناقش خلالها مستقبل التعاون العسكري واحتمالية ابرام صفقة سلاح كبيرة طبعا ده يعدده او يقوي انه فعلا وزير او مسئول عسكري كبير سيكون في زيارة رسمية اخرى هذا الشهر لمصر هو المقال بيطرح فرضية مهمة وهي انه الصراع القادم هو على من يستحوذ على مصالح اكبر في منطقة خليج السويس او منطقة خناة السويس خاصة ميناء بورسعيد ميناء بورسعيد سيصبح محطة انظار في الفترة القادمة نظرا لانه الولايات المتحدة تستفيد كثيرا من التسهيلات التي تحصل عليها ربما لا تكون ظاهرة للرأي العام لكن في اوقات الازمات بيظهر بشكل واضح ما هو المقصود بمثل هذه المصالح وتأثيرها الكاتب يرى انه لازالت طريق قناة السويس هو الطريق الاهم في العالم مع احتدام المنافسة زي ما قلنا في التجارية في العالم هذا الطريق يوفر اكثر من 8000 كيلو لو ارادت الولايات المتحدة ان تسير في طريق الصدام مع السلطة في مصر سوف يضطروا الى اللجوء الى طريق رأس الرجاء الصالح هذا يستغرق اكثر من 19000 كيلو متر بينما قناة السويس يوفر الولايات المتحدة طريق من لندن الى ممبي مثلا على سبيل المثال 11000 فقط 11000 كيلو